يحيي العالم اليوم الجمعة يوم الطفل الفلسطيني حيث يقبع مئات الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كان لزاما بعد حملات اعتقالات لم تتوقف لأطفال فلسطين على مدى عقود طويلة أن يستحدث العالم يوما يحتفى فيه بهذا الطفل الذي عانى طويلا مرارة السجون وأشكال الحرمان تحت الاحتلال الإسرائيلي الطفل الفلسطيني الذي ولد حاملا قضية شعب لا يعرف سوى كلمة وطن تقول إحسائية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن 250 طفلا فلسطينيا يقبعون الآن في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتمارس ضدهم أشكال القمع والتنكيل والمعاملة المهينة وتوضح الهيئة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في المعتقلات من وحشية في اقتيادهم من منازلهم ليلا إلى إبقائهم بدون طعام أو شراب إضافة إلى الضرب المبرح وانتزاع اعترافات منهم بالتهديد وفرض غرامات مالية مرتفعة عليهم كل ذلك وأكثر يمارس ضد الطفل الفلسطيني الذي تسميه إسرائيل مخربا مدوية تأتي أخبار قتل أطفال فلسطين وتصرح الحركة العالمية للدفاع عنهم أن إسرائيل قتلت منذ بداية هذا العام أحد عشر منهم في الضفة وقطاع غزة وأصابت العشرات ما تسبب لبعض المصابين بإعاقات دائمة وتكمل الحركة تصريحها لتقول للعالم إنه يتم اعتقال ومحاكمة نحو 500 إلى 700 طفل فلسطيني سنويا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية 24 عاما لم تكفي بعد على ما يبدو لتذكير العالم بأن للطفل الفلسطيني تحت الاحتلال حقوقا بسيطة وأساسية يجب على إسرائيل احترامها طوال السنوات الماضية طالبت مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة الفلسطينيين القصر في سجون الاحتلال الإسرائيلي وشهدت السنوات الأخيرة تحولات في قضيتهم تتمثل في قوانين عنصرية تشرع إصدار مزيدا من الأحكام الجائرة المرتفعة ضدهم وصلت أحيانا إلى أكثر من السجن عشر سنوات وصولا إلى الحكم المؤبد اتفاقيات حقوقية بشأن الطفولة يتم التأكيد يوميا على الأهمية القصوى لاحترامها فأين منها حقوق طفولة الفلسطينية؟ ترجمة نانسي قنقر